يقول أكسر من الصلاة لكني لا أخشع فيها وأقرأ القرآن ولكني لا أشعر بتدبره فماذا أفعل هل عدم شعوري بالخشوع والتدبر غضب من ربي علي أقول لا ليس غضبا من ربك إن شاء الله تعالى وإنما جاهد نفسك لقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وألزم نفسك كما قال بعض السلف جاهدت نفسي في الصلاة عشرين سنة واستمتعت بالخشوع فيها سائر عمري وهكذا واستحضر أنك واقف بين يدي الله تعالى واقف بين يدي الله تعالى وحاتم الأصم كان له كلام عجيب ورائع وكلام مفيد يعني عن سر خشوعه في الصلاة فبيسألوه فقال لأنني أقف يعني بين يدي الله تعالى أتوضأ يعني في البداية وأسبغ الوضوء وبعدين أنتظر حتى تكون جوارحي ملكا لقلبي ويكون قلبي ملكا لربي ثم أقف بين الخوف والرجاء جاعلا الكعبة بين عينيه أمام عينيه والصراط تحت قدميه والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت آخذ بناصيتي من خلفي وبعدين يكبر تكبيرا بتحقيق ويقرأ قراءة بترتيل ويركع ركوعا بتخشع ويسجد سجودا بتواضع قال ثم أتبع ذلك بالإخلاص وإذا ما سلمت لا أدري أقبلت صلاتي أم لم تقبل ولذلك ابتصل بعد ذلك لحالة الخشوع والاستمتاع بالصلاة حال وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول أحد السلف وأنا في الصلاة كل همي همي أنني سأخرج من الصلاة كل همي يعني هو زعلان أنه ينتهي من الصلاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة ونفس الأمر في القرآن الكريم يعني إقرأ القرآن مستحضرا أنك تنادي الملك سبحانه وتعالى أنك تنادي الملك كان ابن مسعود حينما يحفظ أحدا آية من القرآن الكريم يقول خذها فهي أعظم من السماوات والأرض دا كنز من الكنوز فاستحضر ذلك الأمر إن شاء الله تعالى ستكون من الخاشعين المتدبرين